حبة من عند العطار سريعة وسحرية وقوية جدا هتفرقي بيها الشعر اللي في جسمك وفي وجهك وفي المناطق الحساسة هتلاقي بياتساقط قدام عينيكي زي الرماد أقوى حبة لإزالة الشعر نهائيا أقوى من الليزر 100 مرة مع تفتيح من 3 ل 4 درجات فوري وإزالة فعالة لتراهلات البشرة والتجعيد وإزالة فعالة للشعر بدون عودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بخوات وحبايبي عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا النهاردة يا ست الكل جايبان لك وصفة بحبة سحرية لو أنت من الناس اللي عايزة تخلي جسمك ووجهك وأي منطقة فيها ما فيهاش ولا شعرية واحدة من غير ما تتكلفي فلوس ليزر ولا تتعبي في إزالة شعر بالشمع أو بالشفرة وتنسي الطرق التقليدية تماما وتعيشي حياتك كلها بدون ولا شعرية عليكي وعلى الحبة السحرية دي لأنها قوية المفعول وسريعة جدا في إزالة الشعر وفي عجز نمو الشعر كمان هتخلصك من تجعيد في بشرتك أبل ما أبدأ وصفتي لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطتي على زر الإشراك وتفعلي جارشاني وسالك مني كل جديد لايكي للفيديو فضلا وليس أمرا بصي بقية ست الكل أنا جايبانك النهاردة أقوى حبة على وجه الأرض من الحاجات الفضيعة اللي هتخليكي تستريحي من إزالة الشعر نهائيا هتخليكي صلعاء ملساء وبتحداكي تستخدميها بالطريقة دي وتشوفي شعراية واحدة في جسمك مستحيل هيظهر لك شعر تاني بعد استخدامها مش بس كده الحبة دي هتخلصك من التجعيد اللي في بشرتك لو بتعاني من التجعيد لأنها كمان فيها مضادات أجسادة عالية جدا جدا بتحارب جلد الشيخوخة هتخلصك من ترهولات جسمك والشعر اللي موجود تحت الجلد وهتفتح جسمك أربع درجات فوري اتبع الوصفة بالطريقة الصحيحة بالحبة دي عشان تجيب معاكي نتائج من الآخر أول حاجة هتجيبي هتجيبيلي حباية واحدة بس من جسط الطيب حبة جسط الطيب بتبقى شكلها كده مش محتاجها مطحونة خالص أنا محتاجها كده علشان أضمن إن هي تبقى معايا سريعة وقوية طبعا لو ليها أسامي تانية اكتبوا لي في الكومنتات حبايب قلبي تمام؟ أول حاجة بقى هنستخدمها حبة جسط الطيب هبدأ بقى يا ست لكل حبة جسط الطيب بتبقى حبة نشفة جدا فعلى شاية ناخدها مطحونة ماينفعش في الطاقة مطحونة الخلاط لازم نبدأ إن إحنا نطحونها طحن ناعم بالشكل اللي انت شايفا معايا دوت في المبشرة عشان تتبشر معاكي بسهولة وناخدها كلها كاملة طبعا هنا في الوصفة دي أنا هبدأ إن أنا أبشر حبة جسط الطيب بتاعتي كاملة خالص بحيث إن هي تكون حتى لو حتس وغننة منها كده ما قدرتيش إن إنتي تفرم مياه عادي حطيها معاهم عادي جدا وهيبقى معايا حبة جسط الطيب بتاعتي مطحونة ومبشورة بالشكل ده بصي بقى يا ست لكل بعد ما بشرنا حبة جسط الطيب هنعمل بهم طريقتين والطريقتين ما ينفعش تسيبي واحدة وتستخدمي واحدة وبتحديكي لو جسمك بقى فيش عرية واحدة وبتحديكي كمان لو لقيت تجعيت في بشرتك أو لقيت اسمرار في جسمك أو في المناطق الحساسة أو في وجهك بعد اتباعت للوصفة بالطريقة الصحيحة أول حاجة هبدأ إن أنا أخد وطبعا في الوصفة دي لو في حتة من الحباية ما تفرمتش معاكي أو ما تطحنتش معاكي حطيها في الوصفة دي هبدأ أخد معلقة ونصف وهسيب معلقة صغيرة من مبشور جسط الطيب وهركينه على جنب عشان هنعمل بيه طريقة مهمة جدا الطريقة بتاعتي الأولانية هي هياخد فيها معلقة من مبشور أو معلقة ونصف من مبشور جسط الطيب أو يا ست الكل عشان أسهل عليك الدنيا هتقسمي الكمية تمام وبعد كده هبدأ إن أنا أجيب على جسط الطيب إن أي نوع شوار جل أو جل الاستحمام اللي انت بتاخدي به شوار أي نوع بقى ريحته حلوة بتستخدمي لجسمك شامبول استحمام جل دوش اللي انت بتستخدمي أو اللي بتاخدي به الشوار أنا هاخد منه معلقة كبيرة هرمية وهبدأ إن أنا أقلب الشوار جل أو جل الاستحمام على معلقة جسط الطيب بعد بقى يا ست الكل ما هتقلبي الشوار بالشكل ده هتبدأي تيضيفي عليهم معلقتين صغيرين لو تركيز الخل اللي عندك هنستخدم خل أبيض خل الأبيض غني عن التاب التعريف فعجز نمو الشعر في إزالة الشعر في تفتيح الجسم هنا التركيز اللي معي فيه الخل بتاعي تركيز قليل فهاخد معلقتين إنما معلقتين صغيرين إنما لو التركيز عندك عالي قوي يبقى تستخدمي معلقة صغيرة وهبدأ أقلب معلقتين من الخل على الشوار جل أو جل الاستحمام ومعاهم معلقة ونص من مبشور أو نص كمية أو نص حباية من مبشور جسط الطيب وهقلبه مع بعض بالشكل ده بحد ما حس كده إن هم إيه اتقلبوا معي كويس بعد ما قلبناه مع بعض كويس قوي يا ست الكل وحسينا كده إنه هم اندمجوا كده مع بعض وزي ما قلتلك لو فيه حطة صغيرة سبيح هي هتنزل كل الفوائد اللي فيها معك هناخد بقى معلقة من الملح ملح الطعام العادي جداً اللي انت بتستخدميه في المطبخ مش لازم ملح صخري أو ملح البحر لأ عادي جداً تستخدمي معلقة ملح عادية خالص وتكون معلقة صغيرة بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هيبقى معي الوصفة كده عايزة أقولك راهيبة فاضيعة من الحاجات اللي بتخلش عليها أصلاً تنزل وما ترجعش تاني هنا بقى ركزي معي كويس قوي هتبدأي تجيبي كتعة من التلج عارفين مكعبات التلج اللي انت بتحطيها في الفليزر عشان تعملي عصاير أو كده أنا عايزة مكعب واحد بس من التلج وهبدأ إن أنا أحطه عليها بالشكل ده وهبدأ أنزل بمية مسلجة يعني مية تلج سقعة خالص من التلجة بحوالي ربع كباية من المية المتلجة على قطعة من التلج بالشكل ده وهسيب الوصفة دي هقلبهم كده شوية مع بعض الأول على المية وهبدأ إن أنا مباشرة أشيل الوصفة دي في التلاجة لإن أنا محتاجة إن مقعب التلج ده يسيح جوه المية علشان يبدأ يجب ما فيقول معاك سريع في إزالة الشعر فهتبدأي تغديها وتحطيها في التلاجة طبعا مقعب التلجة هياخد وقت على ما يسيح لإن إحنا كده كده حطينه في التلاجة بعد كده هتبدأي تسبيها تلاتين دقيقة في التلاجة وبعد التلاتين دقيقة بتبدأي إنك تستخدميها وهقول لك آخر الفيديو هتستخدميها إزاي لإن إحنا هنعمل مع بعض وصفة تانية مهمة جدا لكن زي ما قلت وهقول تاني حبيبة قلبي الغالية سبيها تلاتين دقيقة في التلاجة بمقعب التلج زي ما أنت شايفة بالشكل ده الوصفة التانية صحلة وبسيطة مش هنحتاج فيها مكونات كتير كريم فوزيع عايز أقول لك هيديكي نتايج هيلة سواء لوجهك أو لجسمك هتبدأي حبيبة قلبي تيجيبي حباية من اللمون هنبدأ نجيب لمونة وهبدأ حبيبة قلبي أعصرها بالشكل ده وطبعا اللمون بيفتحوا وبيبيضوا من الحاجات الحلوة جدا في عجز نمو الشعر حلوة قوي قوي كمان لأصحاب اللي عندهم بصور أو مقوصوا ده في الوجه من الحاجات كمان الحلوة جدا لتصبغ البشر هبدأي أقلب عصيل لمونة نقدر نستبدله بمعلقة من الخل لكن احنا حطينا هنا معلقتين خل فمش مشكلة ان احنا نستخدم لمون افضل طبعا في الوصفة دي من الخل فحبدأ ان انا اقلب كويس جدا الله يسعد قلبك الله يفرحك حبيبي تقلبي ما تنسيش اعميل لايك للفيديو وما تنسيش اصلي على سيدنا محمد في الكومنتات خلينا كلها نكسب حسنات الله يسعد قلوبكو يا رب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصوا قلبنا كويس جدا الليمون مع شوية من مبشور جسط طيب بعد كده بقى اي نوع معجون اسنان متوفر عندك في الوصفة دي انا مش هقولك على نوع معين مفيش فيها اي مشكلة ان انت تستخدمي اي نوع معجون اسنان موجود عندك وهبدأ ان انا اقلب الليمون مع معجون الاسنان كويس جدا مع مبشور جسط طيب لحد ما يديني الفوم ده او القوام ان انت شايفا معايا ده قوام عامل زي الكريمة بالزبط اول ما هتحطيها هيديكي قوام كريمة كده بالزبط وهبدأ ان انا اقلب كويس قوي هنا مرحلة التقليب مهمة قوي هتبدأ يتقلبي كده لمدة دقيقتين او دقيقة ونص كده تقليب مستمر هبدأ اقلب كويس جدا وصفة خطيرة كميتها قليلة تقدر يتقطر الكمية زي ما انت عايزة اللي تكفي بيها احتياجك سواء للجسم او للوجه بعد ما قلبناه ما وبعد كويس قوي بالشكل ده يست الكل هنبدأ نجيب معلقة بسم الله اتنين معلقتين صغيرين فقط ومش هنقطر عن كده من الدقيق الابيض وهبدأ ان انا اقلب الدقيق كويس جدا بحيث ان انا الاقي ان القوام معايا بقى عامل زي العجينة بالزبط عايز اقولك الوصفة دي خطيرة لو انت عندك مناسبة وعايز حاجة اتفور لكل الشعر وكل السواد اللي في وجهك هعليكي وعلى الخلطة دي فضيع وخلطة قوية وسريعة جدا جدا في خلال يوم واحد بس ان شاء الله هتبقى بالشكل اللي انت شايفان معايا ده بعد كده بالتدريج هنبدأ ننزل بمعلقتين من المية مية عادية خالص من الحنفية وهبدأ ان انا افك بيها الكريم مش هنزود عن معلقتين من المية لان انا مش محتاجة الكريم يبقى قوامه معايا سايل قوي انا محتاجة قوام الكريم يبقى سميك وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا بحيث ان انا افك الكريم معايا وبحيث ان هو يبقى قوامه سميك على اساس ان هو لما يلزق معي في الشعر او في السواد يبدأ يفورهلي على طول وهبدأ ان انا اقلب هيبقى معي قوام بالشكل ده خطيرة وما فيهاش مكونات كتيرة بس نتائجها هتبقى فعالة معيك اول وهبدأ ان انا اقلب لحد ما خلاص كده ان مكونات معي فكت وما فيش تكتلات واهم حاجة كريم معيك عشان يبقى مظبوط ما يكونش فيه اي تكتل تماما وهتبقى معي بقى يا ست القل اجمد وصفة لنزع الشعراية من جدورها ونزع سواد سنين سواد عشرين سنة هتبدأ يتقلبي لحد ما يبقى معي كده لو انت بقى صحبة بشرة جفة ممكن تحطي معلقة من زيت الزيتون او من زيت جوز الهنت او ممكن ان انت بعد ما تستخدميها هترطبي وهقولك ترطبي ازاي كده الكريم معي بقى جاهز وكده الوصفة شايفين اول بس انا طبعا ما حطتهاش في التلاجة اما انت هتحطيها طبعا في التلاجة تلاتين ديها قبل الاستخدام تمام تعالي الاول اقولك على طريقة الكريم الكريم ده لو انت عندك مناسبة وعايزة تشيلي الشعر الوبري وتشيلي سواد عشرين سنة من وجهك وتدربي عصفورين بحجر واحد تتخلصي من السواد وكمان من البقع ومن الشعر بتبدأي طبقة الكريم سميكة جدا هتمسك في الشعرية معاك وهتنظف بشرتك من كل الاوساخ وكمان هتسلخ عندك السواد هتبدأي تتهنيها بالشكل ده على الوجه وطبعا اصحاب البشرة الحساسة او لو اول مرة تستخدمي المكونات دي على بشرتك لازم وضروري تعملي اختبار لبشرتك قبل الاستخدام علشان كل واحدة فينا نوع بشرتها بيختلف عن التانية فلازم تعملي اختبار بتحطي حتة بسيطة كده من الكريم وبتسيبيها حوالي دقيقتين وبعد كده بتشيليها لو لقيتي في حبوب التهاب شديد احمرار جامد يبقى انت بشرتك بتتحسس من الوصفة ومش مناسبة ليكي فلازم لو انت اول مرة تجربيها يبقى لازم تعملي لها اختبار الاول بتسيبي طبقة الكريم على البشرة لمدة 25 دقيقة 20 دقيقة ممكن كمان تتسبب ربع ساعة على حسب الجو اللي انت فيه لو جو بارد اوي هينشف معاكي على طول افرقيها بقى يا ست الكل عكس اتجاه الشعر وشوفي بنفسك الشعر قد ايه بيتفتفت معاكي وهتلاقي كمان طبقة جلد صمرة بتتسلخ معاكي لازم وضروري بعد الكريم ده ترطبي بزيت زيتون ولو انت بشرة جافة بشرة دهنية رطبي بجل الالوفيرا او جل الصبار او بالزيت اللوز لازم ترطبي ولو انت بشرة حساسة او يعني بتتحسس قوي ممكن تجيب قطعة من التلج وتدلكي بيها بشرتك بعد الكريم عايز اقول الكريم فاضيع جدا جدا بيصلخ طبقة او طبقتين من الجلد الميت والجلد الاصمر بيصلخ الشعر بدون عودة نهائية تعال اقولك بقى على الشاور اللي احنا عملنا مع بعض ده احنا عملنا شاور لازالة الشعر بدون عودة اقوى من الليزر شاور بتخسلي بيه جسمك شاور بينظف جسمك من كل الاوساخ وبيفتح جسمك وكمان لو عندك حبوب او شعر تحت الجلد بيشوهولك الشاور ده لازم يستخدم سائع على المنطقة اللي انت عايزة تخلي الشعر يتسلخ منها نهائيا ويوع منها نهائيا وكمان بيستخدم سائع لأي منطقة عايزة تخلي ما يحصلش فيها اسمرار تاني او شعر تحت الجلد بتبدأي تاخدي الشاور ده كده وبتبدأي تيجي على المنطقة اللي انت عايزة تزيلي منها الشعر بدون عودة وتخسلي بقى جسمك كله وتدليكي جسمك في الحتة اللي انت عايزة الشعر ما ينبطش فيها تاني وتخسلي جسمك وتسيبي الشاور ده على الجسم لمدة 15 دقيقة بتستخدم الشاور ده او بتستحمي بيه كل يوم لمدة اسبوع كامل اسبوع كامل وبات حداكي مش هتلاقي الشعر ينبط ليكي تاني وكمان هتلاحظي يوم بعد يوم الجسم بيبقى بينور هتحسي بطبقات جلد بتتشال منك الصمرة وصمرها عنيد كمان الركب والاكواع عندك هتفتح عايزة اقولك هو شاور بيزيل الشعر بدون عودة اكواه من الليزر كمان شاور لتفتيح الجسم والتخلص من الشعر اللي بيكون تحت الجلد يا رب اكون قدرت اقفتكم لو في حاجة مش راح منعه ان شاء الله اكتبوا لي في الكومنتات اشوفكم على خير والسلام عليكم